الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق نشرة الأخبار مع رانيا عثمان وفي أبرز عنوينها سوريا تدين تدخل التركي في مدينة جرابلوس بغطاء أمريكي لإحلال إرهاب مكان آخر الجيش يتقدم على محور مشروع 1070 وفي محيط تلتي أم اللقرع جنوب حلب استشهد فلسطيني بنيران الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب نابلوس الرئيسية من الإخبارية السورية أهلا بكم أدنت سوريا عبر دبابات ومدرعات تركية عند الحدود السورية التركية إلى مدينة جرابلوس تحت غطاء جويا من طيران التحالف الأمريكي الذي دقوده واشنطن اعتبرته خرقا سافرا لسيادتها مصدر مسؤول في الخارجية السورية قال إن محاربة الإرهاب يجب أن تتم عبر التنسيق مع الحكومة السورية والجيش العربي السوري الذي يخد هذه المعاركة منذ أكثر من خمس سنوات أضاف المصدر أن ما يجري في جرابلوس الآن ليس محاربة للإرهاب كما تزعم تركيا بل هو إحلال الإرهاب آخر مكانه وفي هذا الصدد تطالب سوريا بإنهاء هذا العدوان وتدعو الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها كما تطالب بدرورة احترام الجانب التركي والتحالف الأمريكي للقرارات الدولية وخاصة ما يتعلق منها بإغلاق الحدود وتشفيف منابع الإرهاب إلى ذلك أعربت الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الوضعي على الحدود التركية السورية كانت دبابات وعربات تابعة للجيش التركي تواغلت داخل الأراضي السورية باتجاه مدينة جرابلوس برفقة مجموعات إرهابية بتغطية من الطيران التابع لتحالف واشنطن أسامة شحود نظام أردوغان يواصل تدخله السافر في الشؤون الداخلية لسوريا وبذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي يخترق سيادة أراضيها مئات الإرهابيين يدخلون إلى الأراضي السورية مدججين بالأسلحة التركية ومدعومين بتغطية نارية من قبل دبابات الجيش التركي ومقاتلات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية سلطات النظام التركي زجت بإرهابي ما يسمى الجيش الحر وغيره من المجموعات التابعة له ممن أصبحوا أدوات في يد التركي لتنفيذ مخططاته في المنطقة صحيفة بيرجون التركية تمكنت من التقاط مشاهد خاصة لأحد معسكرات الإرهابيين داخل الحدود التركية المدعومة بأعداد كبيرة من الآليات وسيارات الدفع الرباعي وصندوق الأسلحة والذخيرة وكالة أنباء دوغان بدورها تحدثت عن نقل السلطات التركية لجرح المجموعات الإرهابية ممن أصيبوا في المعارك الدائرة في جرابلوس إلى المستشفيات التركية في غازي عنتاب وفي ذات السياق أظهرت بعض وسائل الإعلام التركية صوراً لبعض الإرهابيين وهم يلتقطون صور التذكارية مع ناصر الجيش التركي وعنونت خبرها الساخر الجيش التركي جنباً إلى جنب مع العصابات الإرهابية ميدانياً وفي در الزور حيث ينفذ الجيش العربي السوري عمليات مركزة ضد الأوكار الإرهابيين ويتصدى لهم على محاور المدينة وريفها كاميرا الإخبارية رصدت الواقع الميداني في حي الصناعة بالمدينة ومرسلنا أحمد الحمدوش عاد لنا بتفاصيل التالية نحن الآن متواجدين في حي الصناعة الذي يقع خلفي في هذه الجبهة يتم الرصد في عمق المسلحين يتم التعامل معهم في كافة الوسائط النارية الموجودة في هذه النقطة عدة محاولات تسلل حاولوا مسلحة تنظيم داعش التسلل إلى هذه النقطة ولكن رجال الجيش العربي السوري صدوهم أكثر مرة تعاملوا معهم بالسيارات المفخخة من قبل تنظيم داعش أرهابي هنا رجال الجيش كانوا يستهرفون السيارات المفخخة وتفجيرها قبل وصولها إلى نقطة الجيش العربي السوري خلف هذه السواتر تماماً يوجد مسلحو تنظيم داعش الأرهابي هنا رجال الجيش العربي السوري استخدموا السواتر لعدم رؤية القناص لتحركات الجيش العربي السوري الضغط كان عبر سيارات المفخخة العناصر المتواجدة بها النقطة هاي نتيجة الخبرة وتمرس الميداني صار عندنا خبرة رائعة جداً في التعامل مع سيارات المفخخة وبالتالي استطاعوا يدمروا العديد لا بالقسم الأعظم من سيارات المفخخة قبل وصولها إلى النقاط يلي عم يستهدفها المسلحين الغائي من القتال في هذه النقطة بالزاد هو كان فصل المدينة وبالتالي فصل المطار عن المدينة قطع أواصر وخطوط التواصل للقوات العاملة في دير الزور هاي كان غير أساسي من استهداف هالمنطقة بالعدد الكبير من سيارات المفخخة يقوم العناصر في هذه النقطة بالرصد ومتابعة تحركات القوات المعادية عناصر داعش طبعا المسافة بيننا والقبل المعادية هي مسافة قريبة جدا لا تتجاوز الأمطار من أحيانا في شارع بيننا وبيننا فقط يقوم العناصر برصد تحركات المجموعات المسلحة ويقوموا بالتعامل مع أي حركة لهم حاولوا التسلل عدة مرات لكن بقوا بالفشل كان الرد عنيف من أبطالنا من جيشنا البطل ونحن عم نرصد تحركات ليلا ونهارا من حي الصناعة في دير الزول الإخبارية السورية أحمد الحمدوش وفي حلب تقدمت وحدات الجيش العربي السوري في مشروع الـ 1070 جنوب المدينة وسيطرت على عددا من كتل الأبنية كما وسعت نطاق سيطرتها في محيط ثلاث أم قرع جنوب المدينة أيضا ربيع ديب تقدم جديد لوحدات الجيش العربي السوري جنوب حلب العملية بدأت بتغطية من سلاح الجو عبر تدمير عدد من مقرات الإرهابيين وآلياتهم وعرباتهم المصفحة التمهيد المدفعي والصاروخي أفسح المجال لتقدم وحدات المشاد والسيطرة على كتل أبنية جديدة داخل مشروع الـ 1070 ترجمة نانسي قنقر على ذات المحور في تلة أم القرع الاستراتيجية جنوب حلب تصدت وحدات الجيش العربي السوري لهجوم المجموعات الإرهابية وحدات المشاة والصواريخ قضت على معظم المجموعات المهاجمة ودمرت لهم مدرعاتهم وآلياتهم محور الكليات العسكرية شهد أيضا مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير أعداد كبيرة من آلياتهم نتيجة ضربات سلاح الجو فيما سيطرت ناريا وحدات الجيش على أهم طريق لإمداد الإرهابيين بين خانطمان والراموسة ما قطع الإمداد عن الإرهابيين في خطوطهم الأمامية دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري مقرا لتنظيمات الإرهابية في الفرحانية وتلدو برج قاع بريف حمس وعددا من الآليات المزودة برشاشات للإرهابيين في الزعفران جولة على أبرز لحدات الميدانية في تقرير بها أخير ضربات مركزة واجهتها وحدات الجيش دمرت خلالها آليات ومرابض هاون وأوقعت خمسة عشر إرهابيا بين قتيل ومصاب إثرستهدا في أوكارهم وتجمعاتهم في رفحما الشمل لتؤكد مصادر مقتل وإصابة أحد عشر إرهابيا على الأقل خلال ضربة محققة على أحد مقراتهم في المنطقة تجمعات الإرهابيين في قرية اللحاية شهدت أيضا ضربات مباشرة نفذتها وحدات من الجيش أسفرت عن مقتل إرهابي وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير مربض هاون ليترافق ذلك مع تنفيذ عملية نوعية لتأمين الطريق في الريف الشمالي بعد رصد تحرك مجموعة إرهابية جنوب تلة الصياد شمال بلدة كفرزيتا شمال غرب مدينة حمى تجمع آليات إرهابي جبهة النصرفير في القنيترة كان ضمن دائرات الاستهداف عبر عمالية نوعية نفذتها وحدة من الجيش والقوات المسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيم وتدمير ثلاث آليات محملة بالإرهابيين والأسلحة والذخيرة في قرية أنباطنة إلى الجنوب الشرقي من مدينة البعث ليس بعيداً عن ريف القنيترة وتحديداً في منطقة عبار الرشيدة بريف السويدة الشرقية حيث تم وبعد الرصد والمتابعة توجيه ضربة مركزة أسفرت عن تدمير تجمع صهاري جنفط لتنظيم داعش الإرهابية أكدت الخارجية الروسية أن الحملة الإعلامية الهستيرية التي أطلقتها وسائل الإعلام في الغرب وبعض دول المنطقة ضد العملية العسكرية الروسية في سوريا هي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة ونقلت وكالة تاسا الروسية عن الوزارة أن ثمت أهدافاً سياسية محددة لتلك الهستيريا وأن هناك اتهامات ومزاعمة لا أساس لها تدعي أن روسيا أنه أطفالاً يموتون بالعشرات بسبب القصف الروسي في من المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال تدمر بحث وزير الخارجية الروسي سرقالعفروف وراديره الأمريكي جون كيري خلال اتصالاً هاتفي الأزمة في سوريا وأفاق محاربة الإرهاب فيها ذلك قبيل لقائهما المرتقب يوم الجمعة في جينيفا في خضم التصعيد الإرهابي والتركي في شمال سوريا سرعت روسيا والولايات المتحدة وتيرة اتصالاتهما بتجاهب الورد اتفاق جديد لمواجهة الإرهاب وأعلان تهديئة إنسانية لمدة 48 ساعة في حلب فيما دعت موسكو نظام أردوغان للتنصيق مع السوريا في موضوع مكافحة الإرهاب على الحدود السورية التركية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروب ونظيره الأمريكي جون كيري بحثا خلال اتصال هاتفي الأزمة في سوريا وآفاق محاربة الإرهاب واتفقا على اللقاء في جينيف يوم الجمعة المقبلة وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن لافروب وكيري نقشا الوضع في سوريا بما في ذلك الوضع في المناطق المحيطة بحلب حيث تقوم القوات الحكومية بدعم من الجيش الروسي بالعملية الإنسانية كما بحث الجانبان آفاق التنصيق والتعاون في مواجهة الإرهاب وفصل الإرهابيين عن المعارضات الموالية لواشنطن اللقاء المرتقب بين لافروب وكيري الجمعة المقبل ربما يكون أهم لقاء بين الوزيرين في ضوء المباحثات الصعبة والمعقدة الجارية في جنيف عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية حول سوريا وأعلان نائب وزير الخارجية ميخايل بوكدانوف عن إحراز تقدم في هذه المباحثات وهو ما شجع الوزيرين لعقد اللقاء الذي كان رهنا على التقدم في المباحثات ولا شك أن الخطوة التركية الأخيرة عبر الاعتداء السافر على الأراضي السورية بحجة محاربة الإرهاب له تداعيات خطيرة على التوافقات الأمريكية الروسية فواشنطن تريد إعادة نظام أردوغان إلى أحضان الناتو كرأس حربة له في سوريا وموسكو تريد وقف تدفق الإرهابيين إلى سوريا عبر الأراضي التركية ومنع إدارة أوباما من إطالة عمر الأزمة في سوريا واستنزاف المنطقة لأجل مصالح ضيقة للمزيد حول آخر تطورات نرحب معنا هنا في السيد الرئيسي أبلو أستاذ ملاذ المقداد المحلل السياسي أهلا بك معنا أستاذ ملاذ مساء الخير ياها مساء النور ماذا تعني أن تقوم تركيا بانتهاك السيادة السورية والدخول إلى مدينة جرابلس تحت غطاء أمريكي وإدخال مجموعات إرهابية إلى الأراضي السورية يعني بكل بساطة واضح نحن أمام حلقة جديدة من التآمر الأمريكي على المنطقة على سوريا تحديدا هي جزء من مرحلة الحرب الكونية على سوريا التركيا هي أهم المفردات الموجودة به هي الحرب والسيناريوهات لم تخفي تركيا عدوانيتها تجاه الشعب السوري من خلال احتضانها لداعش والنصرة وكل الفصائل الإرهابية اللي عم تقتل الشعب السوري اليوم فصل من فصول الإرهاب تحت مسمى الحرب على الإرهاب زائد من المفيد أيضا أن نوضح أنه للأسف الشديد أن هناك بعض الرهانات الخطأ من بعض الأطياف يعني بعض الأطياف وبعض الأطياف نفسها عندما تكون بشكل أو بآخر جسرا أو مهمازا عن أي أطيب تحدث أستاذ ياملا وأنا أتحدث مباشرة على بعض من أخوتنا الأكراد الذين تورطوا حقيقة في ما حدث في الحسكة أنا بتعطيدي وهذا رأيي شخصي كان مهمازا هذا الأمر لأن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة كانت لا تخطوها لولا ما حدث وردا حقيقيا على تقدم الجيش العربي السوري أيضا في حلب وعلى الحضور الروسي والتحول الروسي بقراره الحاسل في ضرب الإرهاب لذلك بالكل نحن نقول ما حدث في جرابلوس الآن كل الحجاجية حجاج واهي بل أيضا على الميدان واضح أن التركيا تفاهمت مع هذه العصابات وأمنت كاردورا لخروج داعش ودخول أخواتها بشكل أو بآخر طيب اليوم تريد أمريكا خلط الأوراق في الشمال السوري ولكن عندما تقول موسكو على أنها متخوفة من الأحداث التي تشجع للحدود السورية التركية وعندما يقول اليوم نائب رئيس الوزراء التركي على أن ما تم من عملية عسكرية تركية تم بالتنسيق مع الأمريكي والروسي وحتى الإيراني وبعض الدول العربية ماذا نفهم من هذا الكلام؟ شوفي نحن أمام خلط كثير في الأوراق شئنا أو لأبينا هناك أجندة متفقة عليها دوليا تحت هذه الأجندة تفاصيل في التفاصيل المشكلة والشياطين مثلا الجميع مع الحرب على الإرهاب يعني ذلك إذا أردنا أن نصرفها نعم يحق لكل دولة في العالم أن تحارب الإرهاب ولكن ما هي شروط حرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب بالتوافق مع أهم عامل من عوامل كسر الإرهاب في سوريا هو الجيش العربي السوري والقيادة السورية يعني إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب أن يحارب الإرهاب فالبوابة الوحيدة احترامة للسيادة الوطنية والتنسيق مع الجيش العربي السوري والقيادة السورية في الحرب على الإرهاب وإلا نضرب بعرض الحائط شيء اسمه السيادة الوطنية وحق الشعوب في الدفاع عن حقها تركيا الآن تحت مسمى تنسيق من أجل محاربة الإرهاب فهي تتدخل في شأن ليس من شأنها هي لو أرادت أن تحارب الإرهاب كانت أغلقت الحدود وتعلمين أن هناك العديد من البراهين على الأقلية التي قدمتها روسيا للأمم المتحدة ودمشق للأمم المتحدة ودمشق بس أنا أريد أن أجنب نفسي تتحرك دوليا دوليا روسيا قدمت مئات البراهين على الدعم المباشر لتركيا للعصابات المسلحة داعش والنصرة وبقية طيب سؤال له صلة كيف يمكن أن نعكس هذا العمل لخرق السيادة السورية على الحسكة والهدنة التي تم برامها بالأمس في الحسكة إلى أي درجة قد يشعر بعض الفصائل الكردية بأن الأمريكي قد خدعه في نقطة ما خصوصا على أن الأمريكي كان يعطيه الضوء الأخبر للانتقال من المنبج باتجاه جرابلوس وكان هناك عملية عسكرية تحت قوات ما يسمى سوريا الديمقراطية في مثل مضحك مبكي يعني منعرفه لجرب لمجرب عقله مخرب يعني من المفيد جدا أن تذكر في عام 1916 كيف الغرب خان الأخوة الأكراد وكيف لعب على دمائهم وكل الأيام تثبت أن الولايات المتحكة لا يمكن أن تكون صديقة لأحد في المنطقة لأي سوري في المنطقة لذلك علينا جميعا ألا نتدخ ألا نقع في مطب الدخول على الحفاظ على اللحمة الوطنية على النسيج المواطني نختلف بالسياسة ولكن لا نختلف باحترامنا للسيادة الوطنية وللجيشنا ولذلك إذا سينعكس عليهم إعادة النظر بالأخطاء التي وقعت وأنا هنا لا أجرم أحد ولكن أقول نعم سندفع السمن جميعنا عندما نكون جسرا للآخر أي الولايات المتحدة الأمريكية بلون التركي أو أي لون آخر تتوقع أن تهتز هذه التهديئة انطلاقا من ما يجري تركيا وأمريكيا حتى بزيارة جو بايدن اليوم إلى أنقرة والحديث عن ربما تسليم جولن إلى أنقرة وبالتالي تطمينات أمريكية إلى أنقرة في مرحلة تعد أمريكا لمشاريع تقسيم المنطقة من جديد من المفترض أن تعود التهديئة وأن تحقق حضورها وأن يكون هناك دائما أخو السوري يقاتل العدو الذي يستبيح هذه الأرض نختلف في السياسة نعم كل شيء خاضع للنقاش والحوار بشرط الحفاظ على وحدة سوريا ووحدة الدم السوري ولذلك أنا أعتقد من المفيد أن نستفيد من هذا الدرس وأن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تغير حلفائها كما تغير حزائها أنا أشكرك جزيلا شكرا أستاذ ملاذ المقداد وأنت محلل السياسي أهلا بك معنا شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت جوزيف بايدن نائب والرئيس الأمريكي لتركيا في زيارة تستغرق يوما واحدا وهو أكبر مسؤول أمريكي يتوجه إلى أنقرة منذ وقوع الانتقلاب الفاشلة ويتضمن جدول لقاءات بايدن اجتماعا مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان ويتوقع أن تركز المحادثات على مصير الداعية المعارضة فتح لغولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تطالب أنقرة بتسليمه لها على خلفية اتهامات أنقرة له بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الآن بقى من الأخبار الدولية مع الزميلة ليمونا الصالح ليك ليمونا شكرا لك رانيا أصعدت مساء مشاهدين رئيس الحكومة تشيكية يؤكد أن أزمة اللجوء الحد التي تشهدها أوروبا هي نتيجة لممارسات تنظيمات والقوى الإرهابية في سوريا والعراق قتل شخص وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بتفجير سيارة مفخخة في أقصى جنوب تايلاند الذي يشهد تمردا أنفصاليا قضت قوات الأمن الروسية اليوم على مسلحين اثنين وذلك خلال اشتباك في جمهورية داغستان جنوب روسيا روسيا تفتح قضية جنائية ضد وزير الدفاع الأوكراني ومسؤولين آخرين لتورطهم في عمليات القصف غير المشروعة ضد المدنيين في دونباس تجدد اندلاع الحرائق في البرتغال ما استدعى تعبئة أكثر من ألف وثمانمائة رجل إطفاء بينهم ستمائة حاولوا إطفاء حريق وسط البلاد يهدد عددا من القرى توقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي أن يزداد عجز الميزانية في الولايات المتحدة إلى خمسمائة وتسعين مليار دولار في السنة المالية الحالية هذا كان كل شيء مشاهدين أما الآن فعود إليك رانيا شكرا لك ليمون هذه النشرة متواصلة وفيها بعد قليل بيونج يانج تطلق صاروخا باليستيان ردا على مناورات واشنطن وسيول أهلا بكم استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلوس في الضفة الغربية ذكرت وكالة مع الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا نار على الشاب الفلسطيني قرب مستوطنة تيتسهار الصهيونية جنوب نابلوس بحجة محاولته طعن جندي إسرائيلي ما أدى إلى استشهاده وكان قد استشهد أكثر من 200 فلسطيني منذ مطلع تشرين الأول الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة شيع عدد قليل من أقارب شهيد عبد الملك أبو خروب جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة الساهرة بالقدس المحتلة ذلك بعد أن احتجز الاحتلال جثمانه لأكثر من خمسة أشهر خليل إبراهيم وإن يسودها الغضب الشديد شيء عدد محدود من أقاربه جثمان الشهيد عبد الملك أبو خروب واستجراءات أمنية صهيونية مشددة في محاولة منها لمنع توافد الشبان والأهالي للمشاركة في موكب التشييع حيث ورية التارى في مقبرة المجاهدين في باب الساهرة في مدينة القدس المحتلة بعد احتجاز دام أكثر من خمسة أشهر يذكر أن الشهيد أبو خروب قد سشد في التاسع من أذار هذا العام قرب باب العمود بالقدس المحتلة برفقة الشهيد محمد جمال الكالوتي بعد مطاردة استمرت لساعتين عقب تنفيذه مع عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة رموت بالقدس المحتلة وفي هذا الإطار ما زال الاحتلال الصيوني يحتاجز ثلاثة عشر جثمان شهيد وشهيدة منذ عدة أشهر بينهم أربعة شهداء من القدس المحتلة ومعانا في الإجرام الصيوني لتاجير الفلسطينيين من قرائهم دهمت قوات الاحتلال خربت أم الخير شرقية جنوبي الخيل بالضفة الغربية المحتلة وهدمت ثلاثة منازل وأجبت السكان على الخروج من مساكنهم بقوة الشلاح والأرهاب حررت القوات الأمنية العراقية أربع مناطق والمستشفى العام في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل في محافظة نينوى وذلك استكمالا للعملية الأمنية التي بدأتها أمس في الناحية وأفد مصدران أمني في عمليات نينوى بأن القوات الأمنية تطهرت خلال المعارك مناطق المصفى والمجمع الحكومي الذي يضم مديرية الشرطة فضلا عن بناية ناحية القيارة ودور المصفى مشيرا إلى أن القوات الأمنية طوقت المحور الغربي وسيطرت على الطريق الشمالي لإحكام طوق على القيارة من المحور الغربية كما ذكر المصدران قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت المستشفى العام في ناحية القيارة المستثمرون يجعون إلى تأمين سنداتهم مع النظام السعودي استباقا لإفلاسا متوقع على خلفية الحرب على اليمن والدور السلبي لنظام الرياض في أزمات المنطقة تقدم جماعة أنصار الله في اليمن بات يكبد نظام الرياض خسائر كبيرة في هذه الحرب إلا أن السعودية ليست على وشك إيقافها خاصة في ظل غياب الضغط الدولي المستثمرون أقبلوا على شراء عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها مع اقتراب الرياض من طرح سندات سيادية في الأسواق العالمية حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى تأمين السندات التي يشترونها وذلك من خلال إبرام عقود مع شركات تأمين ضد مخاطر تعثر صاحب السند في السداد قيمة عقود التأمين صعدت ضد تعثر السعودية في سداد ديونها لتصل إلى المليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق ويتزامن ذلك مع عزم المملكة التي تعتمد على إرادات النفط بشكل كبير على طرح سندات لسد العجز في ميزانيتها تورط النظام السعودي بدعم الإرهاب وشن حرب على اليمن كلف خزينة الرياض ثمنا اقتصاديا باهظا فيما يبدو أن ثمن أرواح اليمنيين الأبرياء التي أزهقت ظلما كانت أغلى بكثير مما ظنت السعودية التي تسببت بمقتل أكثر من عدنجين بينهم نحو ألف طفل وشردت الملايين وقطعت أوصال اليمن قتلت شابة بريطانية وأصيب شخصان أحدهما بريطاني في عملية تعنقم بها فرنسي في نزل صغير باستراليا نقلت وكالة فرنسي بريس عن نائب مفوض شرطة بريزبن قوله للصحفيين أن الحديث وقع في بلدة هومهيل أريفية شمال ولاية كوينزلاند مشيرا إلى أن ضابط أو ضباط شرطة وجدوا في المنزل شاب فارقة الحياة ورجلا في حالة حرجة إضافة إلى شخص ثلثا مصاب عولج وغادر المستشفى أضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تعليقات يمكن أن تفسر على أنها ذات طبيعة متطرفة أدل بها المعتد المفترض البنتاجوني أعترف للمرة الأولى بمشاركة مرواحيات سوبر كوبرا الأمريكية في المعارك ضد تنظيم داعش إرهابي في سرط شرق ليبيا هلالعلي للمرة الأولى منذ أعلان الولايات المتحدة انخراطها في العمليات العسكرية في ليبيا بذريعة محاربة تنظيم داعش أعلن البنتاجون مشاركة مرواحيات سوبر كوبرا بضرب أهداف للتنظيم الإرهابي بسرط وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول أمريكي حيث شرعت الولايات المتحدة باستخدام مرواحيات قتالية في استهداف تنظيم داعش للمرة الأولى عقب انضمام هذه المروحيات التابعة لقوات المارينز للعملية خلال الأيام الأخيرة في سرط المسؤول الأمريكي أكد أن مروحيات الكوبرا توفر دقة إضافية للغارات الجوية وتمنح مزيدا من المرونة مشيرا إلى أن كل ما يجري الآن في سرط بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني تجدر الإشارة إلى أن مقاتلات أمريكية تساعد منذ مطلع آب القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية كما أسمها البنتاجون باستعادة مدينة سرط الساحلية حيث شنت عشرات الضربات التي استهدفت مواقع ومعدات تنظيم داعش ومنذ الاثنين الماضي شنت القوات الأمريكية سبعة وسبعين غارة روية على المدينة فيما تتمركز مروحيات سوبر كوبرا فوق سفينة يو اس اس واسبا البرمائية في البحر المتوسط قال فليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين إن تحديات خطيرة تواجه معالجة أزمة المهاجرين في أوروبا ودعا الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان التي تقع على الحدود الخارجية له في السيطرة على تدفق البشرية أضاف جراندي بعد لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني لكسستر سيبرس إن التحديات خطيرة جدا وعلى الجميع مواصلة معالجتها ولسيما الأوضاع المعيشية والأمن في أماكن اللاجئين وطلبت أثنى من الاتحاد الأوروبي تعجيل بنقل المهاجرين واللاجئين إلى دول أخرى أعضاء بالاتحاد وتمثل اليونان التي تناضل للخروج من أزمة ديون طاحنة تمثل البوابة الرئيسية لأوروبا بالنسبة لنحو مليون لاجئ ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا صباح اليوم إلى 37 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرح والمفقودين ذكرت وكالة الأنباء الإيطاليان نحو 100 شخصا علقوا في منازلهم التي انهارت في حيا واقعا في منطقة أرتوكواتا ديل ترونتو ما زالوا في عداد المفقودين في سياق ردود الأفعال قطع بابا الفاتيكان فرانسيس لقاءه الأسبوعي مع المصلين وعبر عن صدمته وتضامنه مع الموجودين في مكان الزلزال بينما ألغى رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي زيارة كانت مقررة يوم غدا إلى باريس كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا من غواصة في البحر ذلك بعد أن كانت حذرت من الرد على مناورات أمريكية كوريا جنوبية استفزازية في شبه الجزيرة زينب مخلوف دائما من يمتلك القوى حسب موازين القوى التي تتصارع في العالم يحارب خوفا من أن يصبح مستقلا لا تابعا ويبدو أن حال كوريا الديمقراطية وابتكارتها أصبحت في دائرة الحصار والمنافسة فقد أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا من غواصة في البحر حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بعد تجربة سابقة أجرتها الشهر الماضي ويأتي إطلاق الصاروخ الأخير بعد هددت بيونج يانج بالرد على مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مشتركة ترى فيها أنها تدريبات على غزوها وفي الشهر الماضي اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على نشر نظام صاروخي دفاعي لمواجهة التهديدات القادمة من كوريا الشمالية وهددت بيونج يانج بأنها سوف ترد على الإعلان عن خطة نشر النظام الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية ولوح جيش كوريا الديمقراطية بالقيام بعمل مادي ملموس مضاد لكوريا الجنوبية بسبب قرارها نشر هذا النظام وفي كانون الثاني أجرت بيونج يانج رابعة تجاربها النووية زعيمة أنها أول تجربة لها في استخدام قنبولة هايدروجينية وجاء ذلك بعد وقت قصير من إطلاق بيونج يانج لقمر اصطناعي الأمر الذي نظير إليه بشكل واسع لأنه عملية تجربية لاختبار تكنولوجيا الصواريخ طويلة المدى لا تحل أزمة الإرهاب باستبدال مسمياتها بل بالتعاون مع القوى التي تحربه فعليا على الأرض نبقى مع هاشتاك هذه الليلة مشاهدين موسيقى قبل الختام تفكير بالعنوين موسيقى سوريا تدين التدخل التركي في مدينة جرابلوس بغطاء أمريكي لإحلال إرهاب المكان آخر موسيقى الجيس يتقدم على محور مشروع 1070 وفي محيط تلتي أم القرع جنوب حلبا موسيقى استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعم قربنا البس هذه النشرة انتهت شكرا لكم على حسن المتابع بأمان له ورعايته موسيقى 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 موسيقى